اهلا وسهلا بكم متابعين ومشاهدين في كل مكان هنشوف البصل وصل لحد فين النهاردة وهنشوف التومة جماعة هنشوف اسعار البامية هنشوف اسعار الكوسة اسعار الطمطم منخفضة جدا جدا فتابع معايا الفيديو علشان تستفادوا تعرف اسعار الخضار النهاردة في سوق العبور وتعرف طبعا وتفهم السوق ماشي ازاي هنتكلم طبعا فيديو مهم جدا فتابع معايا الفيديو طبعا جماعة الفترة دية يعني موسم زراعة المحاصيل الصيفية بالنسبة لزراعة الفلسية وزراعة السمسم وزراعة طبعا يعني الضرى والكلام ده كله فطبعا بنعمل لقاءات مع المزارعين دي لقطات من الفيديوهات اللي بنعملها عن زراعة المحاصيل الزراعية فاسيب لك الفيديوهات طبعا في شاشة النهاية ممكن تضغط عليها تشهيدها يعني في نهاية الفيديو هتلاقي الفيديوهات ظهرت لو حاب تستفاد يعني تشهيدها يعني بنحاول نفيديك قدر مستطاع فمنساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد بنقوله الكلام ده لأي متابع جديد لانما متابعيننا معاودين بيعمل لايك الفيديو بشكركم جدا جدا اسف على الطالة يا جماعة هنشوف الاسعار حاليا بالنسبة لاسعار البصل عفوا اسعار البطاطس النهاردة في سوء العبور للجملة الاسعار مرتاحة يعني البطاطس الكارة جماعة فمن 9 جنيه لحد 9.5 و 10 جنيه في الجودة العالية السلانة فيها من 9 لحد 9.5 طبعا البطاطس التحمير الاسبونت هتتلاقي لحد 10 جنيه البطاطس التحمير يعني اعلى بطاطس وانضف بطاطس هتلاقي 10.5 يعني اسعار البطاطس ارتاحت في سوء العبور للجملة طبعا هتلاقي بقى بطاطس فارزة جماعة وبطاطس طبعا الجبل والكلام ده كله هتلاقي من 6 جنيه لحد 6.5 و 7 جنيه دي ملحوظة بس هم حاجة م vegetation دي اسعار الجملة في سوء العبور دي اسعار الجملة في سوء العبور علشان الناس اللي بتكتب تعليقات الاسعار مش موجودة دي جملة انما انت حضرتك كمستهلك كما تشتري بتجزية فعلشان كده الاسعار تلاقيها عالية شوية بالنسبة لاسعار الكوسة فيه من 5 جنيه لحد 6 جنيه اسعار الكوسة النهاردة في سول عبور فيه من 5 جنيه لحد 6 جنيه والمعروض منها قليل شوية اسعار الخيارة جماعة اسعار الخيار النهاردة في سول عبور فيه خيارة جماعة يعني معاك من 4 جنيه لحد 6 جنيه واعلى جودة في الخيار هتلاقي تسعة جنيه تسعة جنيه ونص تمام ده بالنسبة لأسعار الخيار النهاردة في سوق العبور للجن بالنسبة لأسعار الطماطم في سوق العبور طبعا بتتباع طبعا بالعداية يعني وزن العداية من 18 ل 20 كيلو فيه عداد تبدأ من 50 جنيه لحد 70 جنيه واعلى جودة في الطماطم سعر العداية فيها 80 جنيه طبعا فيه طماطم مخاصة يا جماعة اللي هي بتبع خضرة شوية كده هتلاقيها لحد 150 جنيه 120 جنيه حسب الجودة طيب بالنسبة لأسعار البامية البامية يا جماعة النهاردة فيها من 35 جنيه لحد 37 جنيه في الجودة العالية فيه اقل جودة هتلاقي 20 25 15 اللي هي حجام بتبقى كبيرة شوية طيب بالنسبة لأسعار البصل طبعا البصل أسعاره ابتدت ان يتنخفض انخفاض كبير مع زيادة العرضة جماعة وكترة المعروض في البصل في سوق العبور للجملة وفي الأسواق فلابد من ان الأسعار تنخفض أي سلع جماعة من الخضار العرض فيها بيزيد سعرها بينزل وطبعا اليومين دولة مع موجة الحر والصيف عموما الانتاج بتاع الخضار بيبقى كتير فتلاقي أغلبية أنواع الخضار منخفضة بخلاف الشتة تماما بالنسبة لأسعار البصل طبعا البصل الأحمر الجديد فيه من 5.5 لحد 6 جنيه 6 جنيه ونص البصل الأبيض طبعا فيه يعني 8 جنيه 8 جنيه ونص يعني أسعاره برضو انخفضت كان 14 جنيه في بداية الموسم وابتدى ينزل لحد 10 جنيه و12 جنيه يعني أسعار غريبة شوية ولكن أسعاره انخفضت وقلنا الكلام ده قبل كده أن أسعاره هتنخفض طيب بالنسبة لأسعار التوم أسعار التوم في سوء العبور طبعا التوم كان واصل لحد 43 جنيه وكان بعض التجار بتقول 45 جنيه في التوم الأحمر ولكن أسعاره برضو ابتدت ان هي تهدي شوية ولكن التوم الأبيض سعره منخفض عن التوم الأحمر يعني التوم الأحمر جماعة فيه طبعا توم أحمر التجار طبعا بتحكي من 35 لحد 37 جنيه وبعض التجار بتقول 40 جنيه ولكن هو هتلاقي تنفيذ طبعا 37-38 جنيه في التوم الأحمر والتوم الأحمر طبعا سعره مرتفع عن التوم الأبيض لأن جودته عالية وبيعت فترة أطول فيه التخزين سعر التوم الأبيضة جماعة النهاردة في سوء العبور طبعا فيه بداية من 30 جنيه لحد 35 جنيه وبرضو فيه توم أحمر ب30 جنيه ولكن بيبقى جودة تعبانة يعني حباية صغيرة شوية بالنسبة للفيديوهات زراعة المحاصيل الزراعية اللي بقول له حضراتكم عليها يعني الفترة دي مهتمين بالزراع فهتلاقي الفيديوهات يا جماعة ظهرت دلوقتي على الشاشة ممكن تضغط عليها تشاهدها لو حابب تستفاد يعني مستش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة شارك الفيديو بحيث أن غيرك استفاد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته